طلاب الصف السادس الابتلائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معايا والدرس الثاني من دروس الدرسات الاجتماعية وهو درس قصة ظهور الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر بعض القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهمية هذه القيم للمجتمع طبعا هنعرف ده من خلال الدرس إن شاء الله بعد كده أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ونشأت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته أول حاجة يا أولاد لازم نعرفها في درس النهاردة إيه كانت شكل الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وقبلها بعثت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا أول حاجة نعرفها الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت عبارة عن قبائل متفرقة كانت عبارة عن قبائل متفرقة يعني كل قبيلة يعني كأنها عائلات متفرقة كده يعني ولكن قبيلة شيخ ولكل قبيلة شيخ يحكمها يعني قبائل متفرقة والكل قبيلة شيخ بيحكمها بيحكم القبيلة بتاعته طب إيه هي القبيلة؟ مجموعة من الأفراد ينتمون إلى أصل واحد مجموعة من الناس بينتموا لأصل واحد بنسميهم قبيلة وبيحكمهم واحد من أفراد القبيلة بيكون هو الشيخ بتاعهم بنسميه شيخ القبيلة طيب نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية كان ازاي كان النظام القبلي اللي هو يعني ايه ان كل شيخ بيحكم القبيلة بتاعته طيب ايه اشهر القبائل العربية كانت قبيلة قريش بمكة اشهر القبائل العربية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت قبيلة قريش اللي كانت موجودة في مكة طيب العرب اشتهروا بايه اولاد بالبلاغة وحب الشعر اشتهر العرب بالبلاغة وحب الشعر كانوا بيحبوا الشعر وكانوا فصحاء وبلغاء طيب يا أولاد بيقول لي الحرف السائدة إيه الصناعات اللي كانت مشهورة في الوقت ده أول حاجة رعي الأغنام اتنين التجارة وكانت أشهر الرحلات وكانت أشهر الرحلات كانت رحلتين رحلة الشتاء كانوا بيرحوها في الشتاء كانت إلى اليمن اتنين رحلة الصيف وكانت إلى الشام يبقى الحرف السائدة أو اللي كانت مشهورة في الوقت ده أول حاجة إيه رعي الأغنام اتنين التجارة وكانت أشهر الرحلات بتاعت التجارة في الوقت ده رحلتين رحلة الشتاء وكانوا بيسفروا لليمن اتنين رحلة الصيف وكانت إلى الشام تالت حرفة كانوا مشهورين بيها بعض الصناعات الخفيفة زي إيه مثل السيوف اتنين الرماح الرمح اللي هو زي اللي احنا شايفينه في الصورة ده تلاتة الأواني الفخارية كان بيشتهر بها العرب في شبيه الجزيرة العربية قبل الإسلام نيجي بعد كده يا أولاد لصفات وعادات العرب قبل الإسلام إيه كانت صفاتهم وإيه كانت العادات اللي بيعملوها بس ده قبل الإسلام هناك كانت هناك صفات حسنة وهناك عادات سيئة نعرف الأول إيه صفاتهم اللي كانت حسنة في الوقت ده مثل الشجاعة والكرم والوفاء بالعهود يعني حد وفق يعني قال له أوعيدك إنها يحصل كذا يعني متفقين على عهد معين أو واخدين على بعض عهد كانوا بيوفوا بالعهد ده بيوفوا بالعهد مش بيقولوا يعني بينقضوا العهد ويقولوا ما حصلش أو ما يعملوش بالعهد اللي اتفقوا به مع بعض لا كانوا مشهورين بالوفاء بالعهد ده الصفات الحسنة اللي كانت فيهم الشجاعة الكرم الوفاء بالعهود طب العادات السيئة زي إيه وقدوا البنات يعني كانوا بيدفنوا البنات وهي حية علشان كانوا بيكرهوا البنات لأنهم كانوا في الوقت ده بيعتبروا طبعا ما كانش كلهم بس كان فيهم حد ناس كده بيكرههم ان هم بيعتبروا ان جاب البنت عار يعني الناس هتعيرهم بها ان هم ما جابوش اولاد وطبعا ده كان جهل وكل ده كان قبل الاسلام وايه كمان الاخذ بالثقر يعني حد اتى لحد من القبيلة بتاعتي انا اكيد حد من القبيلة بتاعتي انا كمان هيقتل ايه واحد من هيقتله او هياخد بالطار تالت حاجة كانت شرب الخمر كانوا مشهورين بشرب الخمرة وده طبعا كان قبل الاسلام كان شيء عادي ولا محرم ولا وحش ولا غريب كانوا مشهورين بشرب الخمر لكن هذه العادات السيئة اختفت بظهور الاسلام وانتشرت بينهم العديد من القيم والاخلاق الحميدة الاسلام جاي بقى اتل العادات السيئة دي انهاها اخفاها ونشر حاجات تانية بقى اللي هي القيم والاخلاق الحميدة اللي عرفوها من خلال الاسلام بعد كده نيجي لمراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه كانت مراحل حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اول حاجة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في مكة المكرمة يبقى النبي تولد فين؟ في مكة المكرمة طيب العامل اللي تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمى بايه؟ بعامل فيل ليه سمية بعمل فيل عندما حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش كبير لكن الله تعالى حفظها قصة الفيل يا أولاد اللي هي كلنا عارفينها اللي أبرهة الحبشي لما جاي يهدم الكعبة علشان الناس تيجي تطوف بالبيت اللي هو بنيه مش عاوز بيت ربنا اللي هو الكعبة فعمل حيلة أنه هو يهدم الكعبة لحد ما ربنا انتقم منهم كلهم بالطير الأبابيل القصة دي حصلت إمتى في العام اللي تولد فيه سيدنا محمد فعلشان كده بنسمي أن العام أو السنة اللي تولد فيها سيدنا محمد عام الفيل يبقى ده السبب طيب تولد إمتى مولده ولد في 12 ربيع الأول سنة 570 ميلادية وكان صلى الله عليه وسلم يتيما أبوه كان مات طيب مت قبلما يتولد في سن الثامنة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبو طالب وده إمتى بعد ما أمه كمان توفاها الله بعد كده في سن الأربعين نزل عليه جبريل عليه السلام برسالة الإسلام يبقى نزل جبريل عليه السلام برسالة الإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان عمره كام 40 عاما عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعين عاما وكمان في الوقت ده تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد يبقى زوجة النبي في الوقت ده كانت مين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضها طيب إيه الأعمال التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال اللي اشتغلها النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة الراعي اللي هو رعي الأغنام عندما عاش في بيت عمه لما النبي صلى الله عليه وسلم جده كمان مات اللي هو عبد المطالب انتقل للعيش في حياء في بيت عمه مين؟ أبو طالب طيب عندما عاش صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب لم يرغب أن يكون عبئا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان حساس قوي فما يحبش أنه يبقى عبء على عمه وأنه بدل ما هيصرف على أسرته بس لا ده كمان هيصرف عليه فحب أنه يعمل أنه يشتغل فعمل في رعي الأغنام صلى الله عليه وسلم تاني حاجة التجارة عمل صلى الله عليه وسلم بالتجارة واشتهر بالأمانة والصدق يبقى النبي كان مشهور بإيه؟ اشتغل بالتجارة وكان مشهور بين القبائل بالأمانة والصدق لذلك لقب بإيه؟ بالصادق الأمين بعد كده يا أولاد مرحلة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم مكان نزول الوحي كان فيه غار حراء بمكة يبقى مكان نزول الوحي كان فيه غار حراء بمكة طب زمان النزول نزل إمتى أين وقت إحدى ليالي شهر رمضان يبقى الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في غار حراء بمكة وكان اليوم ده كان في إحدى ليالي شهر رمضان أول حاجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء كان بيروح يقعد لوحده في الغار ده ليفكر ويتأمل في الكون وقدرة الله سبحانه وتعالى دايما يا ولاد الأنبياء ليهم صفات مش موجودة في البشر العاديين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد في غار حراء ويتفكر في الكون طبعا في خلقه وفي قدرة ربنا عز وجل الثاني حاجة في الوقت ده نزل جبريل أو في مرة من المرات نزل جبريل عليه السلام برسالة الإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان في عمر الأربعين عندما كان يتعبد في غار حراء اللي هو كان متعود يقعد فيه طيب تالت حاجة كانت أول كلمة يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوح هي كلمة اقرأ يعني أول ما سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة ألهله قاله ايه اقرأ ربع حاجة ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة للدين الإسلامي بدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كلف برسالة الإسلام أنه يبلغها للناس وقيمه وتعاليمه السمحة وبدأ يعرف الناس بقيم الإسلام وبتعاليمه السمحة وأدى ذلك إلى تغير حياة سكان شبه الجزيرة العربية للأفضل سكان شبه الجزيرة العربية كان زي ما احنا شرحنا من شوية قبل الإسلام بدأت حياتهم تتغير للأفضل بعد ما عرفوا إيه هو الإسلام وإيه الأشياء الجميلة اللي بيدعو إليها فتغيرت حياتهم للأفضل نشوف هنا أسئلة جميلة جدا يا ولاد السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات من اللي احنا شرحناها دلوقتي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة برافو ولد صلى الله عليه وسلم في مدينة مكة طيب عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفتي إيه وإيه برافو عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بحرفتي الرعي والتجارة طيب بيقول لي أجب عن الأسئلة التالية دلل على سيادة النظام القبلي أو القبلي في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام يعني النظام القبيلة كان بيسود كان بيسود في شبه الجزيرة العربية إيه الدليل على كده طبعا يا ولاد الدليل على سيادة النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة ولكل قبيلة شيخ يحكمها لأنها كانت في الوقت ده عبارة عن قبائل متفرقة ولكل قبيلة شيخ بيحكمها علشان كده كان النظام القبيلي هو السائد بعد كده بيقول لي اذكر بعض الاخلاق الحميدة التي اتصف بها العرب قبل الاسلام زي ايه يا ولاد؟ طبعا يا ولاد زي ما قلنا ان الصفات اللي كانوا مشهورين بها او من هذه الصفات الكرم والشجاعة والوفاء بالعهود بعد كده يا ولاد مراحل الدعوة الى الاسلام ازاي كانت مراحل الدعوة للاسلام يا ولاد؟ مرت الدعوة الى الاسلام باربع مراحل المرحلتان الاولى والثانية هناك واحد مرحلة الدعوة السرية كانت في الاول في السر اثنين مرحلة الدعوة الجهرية خلاص الناس كلها لازم تعرف طب المكان كان ايه؟ كان مكة المكرمة طيب المرحلتان الثالثة والرابعة واحد مرحلة بناء الدولة اللي هي الدولة الاسلامية وصد اذى المشركين دي كانت المرحلة التالتة طب والمرحلة الرابعة كانت مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام كان مكانه المدينة يبقى مرة الإسلام بأربع مراحل الأولى والثانية هي الدعوة السرية وبعدين الجهرية كان مكانها مكة المكرمة الثالثة والربعة وكانت أول حاجة مرحلة بناء الدعوة وصد أذى المشركين والربعة مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام وكان مكانها المدينة نجي يا أولاد لنفسر المرحلة الأولى اللي هي كانت الدعوة فيها سرية كان سببها إيه؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الإسلام دعا إليه سرا لتجنب أذى قريش لأن قريش كانوا في الوقت ده بيعبدوا الأصنام وده دينهم ودين أباءهم وأجدادهم فلما كان النبي يدعو جهرا كان الدين الإسلامي كان للكلها يهجمه وكانها يتعرض لعذاب أكتر من العذاب اللي هو شافه والصحابة ردوان الله عليهم وكانت الفكرة ما كانتش هتبقى صح فكان الأفضل كان الدعوة سرا كان سببها تجنب أذى قريش طب كانت أدئيه؟ فضل الإسلام يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أدئيه مدة ثلاث سنوات في هذا الوقت بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوة أصحابه والمقربين منه في مكة دول أول ناس بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمقربين منه مثل من؟ زوجته؟ السيدة خديجة ردوان الله تعالى عليها وابن عمي علي بن أبي طالب ردوان الله تعالى عليه وصديقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طيب المرحلة الثانية كانت الدعوة الجهرية وكان سببها أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته بين الناس خلاص الأمر صدر من ربنا عز وجل اعلن الدعوة خلاص فدعا إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام اللي كانت موجودة في الوقت ده طيب موقف قريش كان إيه لما أول مرة يلقوا دين جديد بيدعوا لعبادة إله واحد وهم أصلا أهلهتهم لا حصر لا ولا عدد يعني بيعبدوا الأصنام إيه اللي حصل بقى حاربت قريش قريش الدعوة خوفا على مكانتها بين القبائل يبقى قريش حاربت الدعوة الإسلامية خوفا على مكانتها بين القبائل حيث عملوا إيه بقى أول حاجة قاموا بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إثنين لجأوا إلى التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المال والسلطة مقابل ترك هذا الدين قالوا له هنجيب لك فلوس اللي هو بيتفقوا معي يعني بيتفاوضوا هنجيب لك فلوس وسلطة لو أنت عاوز سلطة مقابل أنك ما عدتش تدعو للدين ده تالت حاجة قاموا بمقاطعة وحصار المسلمين وأصدروا صحيفة المقاطعة حصروا النبي صلى الله عليه وسلم أم المسلمين قعدوهم في مكان معين وحصروهم قالوا لهم ولا هتشتروا مننا ولا هنشتر منكم ولا هبعوا لنا ولا هنبعلكوا وخلاص أطعوا العلاقة ما بينهم تماما يبقى هي دي كانت المقاطعة نيجي لصحيفة المقاطعة إن قريش قررت فرض الحصارة على المسلمين ومقاطعتهم وسجلوا هذه القرارات في صحيفة كتبوا صحيفة ألوان أطعهم إزاي يعني وعلقت في الكعبة جابوا صحيفة كتبوا فيها القرارات اللي هيحصروا بها المسلمين وعلقوها فين في الكعبة الصحيفة كان منها فلا يتزوجون من نسائهم إن قريش مش هيتزوجوا من النساء اللي أسلموا ولا يبيعون لهم مش هيبعولهم ولا يشتروا منهم شيئا ولا يخالطونهم مش هيتعاملوا معهم أصلا ولا يختلطوا بهم ولا يدخلون بيوتهم وأن لا يقبلوا منهم صلحا أبدا ولا هيدخلوا بيوتهم ولا هيسمحوا لهم يصلحوهم مش هيقبلوا منهم صلح كل ده مقابل ترك الدين يبقى لو جم يسألون هنا أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد بدأت المرحلتين الأولى والثانية من الدعوة إلى الإسلام في مدينة إيه ممتزين في مدينة مكة المكرمة المرحلتين الأولى والثانية كانت في مكة المكرمة طيب اتنين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة المقربين منه وكان منهم صديقه مين طبعا كلنا عارفينه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طيب بما تفسر بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية إلى الإسلام ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوة إلى الإسلام سرا طبعا يا ولاد لتجنب أذى قريش طيب اتنين محاربة قريش لدعوة الإسلام بما تفسر ذلك ليه قريش كانت بتحارب دعوة الإسلام طبعا يا ولاد حاربت قريش دعوة الإسلام لأن الإسلام يدعوهم لعبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام وهنا عارفين أن عبادة الأصنام كانت دين آبائهم وأددهم فما تخيلوش أنه هيعبدوا إله واحد وهم بيعبدوا أكتر من إله استغربوا الموقف بالإضافة أن دا دين آبائهم وأجدادهم نشوف بايا أولاد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الحصار اللي كان قائم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصبر والتحمل ثم واجه قريشا بالأساليب السليمة والحكمة من خلال أنه عمل أول حاجة الهجرة إلى الحبشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخلص المسلمين من اللي هم فيه قال لهم طبعا حثاهم على الصبر والتحمل وبعدين واجه قريش بأساليب سليمة وحكيمة فكان أول حكم أنه عمل إيه أو من أهم الأشياء الجميلة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الحبشة فقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة وهي تعد أول هجرة في الإسلام طب أسبابها إيه؟ طبعا زي ما قلنا إيذاء قريش للمسلمين وإيه كمان؟ لأن فيها ملكا عادلا يلقب بالنجاشي السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الهجرة للحبشة أنه كان فيها ملكا عادلا يلقب بالنجاشي ما كانش حد عنده بيظلم لا يظلم عنده أحد ملك الحبشة عمل اللي هو النجاشي عمل طلب من المهاجرين اللي هم المسلمين اللي هجروا لبلده الحديث عن دينه قال لهم حكوا لي عن الدين بتاعكم فرد عليه جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين إلى الحبشة وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام قال له أيها الملك احنا كنا في الأصل قوم أهل جاهلية يعني عندنا جهل نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه بيقول إن احنا كنا في الأصل قوما أهل جاهلية بنعبد الأصنام يعني ما بنعبدش إله واحد ونقطع الأرحام أرأيبنا مش بنصلهم ونسيء الجوار بنأذي جيراننا لحد ما ربنا عز وجل لأرسل إلينا رسول مننا مش حد غريب من قبيلة بتاعتنا عارفين نسبه وعارفين إن هو قد إيه صادق وعنده أمانة وعنده عفاف فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده دعانا لعبادة الله الواحد وإن احنا نعبده من بدل ما نعبد الأصنام لأنها نعبد إله واحد وأمرنا بصدق الحديث إن إحنا نبقى عندنا صدق من نبقى شك الزبين وأداء الأمانة إن لو حد اتمنى على الحاجة وقال لنا خلوها معاكم أو اتمنى على سر أو أي حاجة المهم بنقد الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار عكس الإصفات السيئلة اللي كانت فينا يعني ونهانا عن شهادة الزور شهادة الزور يعني الشخص يقول له مثلا إنت شفت فلان هو بيعمل كذا بنقبل شهادته علشان الشخص فيه أشخاص هتتظلم فالشخص يقول إيه؟ أيوة شفت مع إنه يكون ما شافش يعني بيشهد بالكذب وأكل مال اليتيم وسرئة أموال اليتيم فصدقناه وآمنا به فعدى أي اعتدى علينا قومنا فعذبونا لما اسمعنا كلام النبي اللي ربنا رحمنا برسالته عمل فينا إيه؟ الأقوام بتاعتنا بقى عذبونا واخترناك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك وإحنا لما أقوامنا أزونا لما اتبعنا النبي إيه اللي حصل؟ اخترناك إن أنت هنيجي نهاجر عندك في بلدك لأن إحنا عارفين إن أنت ما بتظلمش حد فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة يعني النجاشي بيقول لهم بقى بعد كلام سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال له اللي أنت بتقوله ده واللي جاء به عيسى النبي اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجان من مشكات واحدة يعني نفس الأحكام نفس الرسالة نفس الكلام إذن يعني إن الاثنين أنبياء يعني وبيدعوا إلى عبادة الله الواحد ورفض تسليم المسلمين لوفد قريش رفض يسلم المهاجرين اللي تظلموا في بلادهم للوفد اللي جالهم من قريش اللي طلبهم إن ملك اللي هو الملك بتاع الحبشة النجاشي يعطوهم لهم كانوا جايين يطلبوا منه إنه يرجع لهم المهاجرين دول علشان يرجعوا بهم قريش يعزبوهم بقى فالنجاشي إيه قال لهم لأ مش يعطوهم لكم وقال لجعفر ومن معه انطلقوا فعيشوا في أرضي آمنين مش كده وبس ده قال يعني الناس اللي كانوا جايين من قريش علشان يخدوهم يرجعوهم قريش تاني قال لهم كمان قال لهم طبعا رفض يسلمهم لهم وإيه كمان قال للمهاجرين في بلده عيشوا في سلام وفي أمان في أرضي تاني حاجة يا أولاد نشر الدعوة بين القبائل العربية لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نشر دعوته اللي يا دعوت الإسلام بين القبائل العربية التي تفد إلى مكة إمتى في موسم الحج كانت القبائل العربية بتيجي تزور مكة في موسم الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينشر دعوته للناس اللي جاءت زور مكة دي علشان موسم الحج طب النتائج كانت إيه من خلال نشر النبي للدين الإسلامي في موسم الحج واحد استجابت له مفود من أهل يثرب اللي هي المدينة ودخلوا في الإسلام استجابوا ولا لا استفادوا استجابوا اتنين فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة نتيجة ازدياد أذى قريش للمسلمين لما ازداد أذى قريش للمسلمين لأن عاوزين يقتلوا الدعوة الإسلامية وإنها تختفي من الوجود فزودوا أذاهم للمسلمين فالنبي في اللحظة دي صلى الله عليه وسلم حب يحمي المسلمين فهاجر إلى المدينة لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية يبقى هجرة المسلمين وقلوا له كانت إلى الحبشة ليه ايش معنى اخترها النبي صلى الله عليه وسلم لأن بها ملكا يدعى النجاشي لا يظلم عنده أحد طيب تاني هجرة كانت كانت إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة لها ليه بسبب ازدياد أذى قريش للمسلمين وذلوقتي يا أولاد نيجي للأسئلة السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات واحد أشهر قبائل العرب قبل الإسلام قبيلة برافو عليكم قبيلة قريش اثنين قام أهل مكة برحلة الصيف إلى برافو عليكم إلى الشام طيب ثلاثة نظام الحكم السائر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام برافو هو النظام القبلي أربعة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر برافو ربيع الأول السؤال اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه بحرفة إيه برافو بحرفة راعي الأغنام ستة من العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام إيه إيه الحاجات الوحشة اللي كانوا بيعملوها قبل الإسلام طبعا يا أولاد زي ما قلنا وقدوا البنات شربوا الخمر الأخذوا بالثقر سبعة كانت أول هجرة للمسلمين إلى تمانية كان الرسول صلى الله عليه وسلم متزوجا من السيدة أثناء نزوله الوحي أو بداية نزول الوحي كان متزوج من مين يا أولاد برافو السيدة خديجة تسعة نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار برافو عليكم في غار حراء نيجي للسؤال الثاني اكتب كلمة صواب أمام الكلمة الصحيحة العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أول حاجة يا أولاد ساد النظام الملكي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان نظام ملكي برافو الإجابة خاطئة كان نظام إيه قبلي طيب كانت مكة تقوم برحلة واحدة في الشتاء إلى اليمن فقط برافو الإجابة خاطئة الشتاء والصيف تلاتة كانت حرفة الزراع إحدى الحرف السائدة في شبه الجزيرة العربية برافو الإجابة خاطئة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن برضو الإجابة خاطئة أم الولد في عام الفيل خمسة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة الزراعة برضو يا أولاد الإجابة إيه خاطئة رعي الأغنام والتجارة مش الزراعة طيب ستة عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة برافو الإجابة صحيحة سبعة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما أيها الإجابة صحيحة تمانية الشجاعة والكرم من صفات العرب الحسنة برافو الإجابة صحيحة تسعة استمرت المرحلة الأولى من الدعوة اللي هي اللي كانت سرية أربع سنوات الإجابة خاطئة ثلاث سنوات زي ما قلنا عشرة نزل جبريل عليه السلام برسالة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين أيوة برافو الإجابة صحيحة حداشر رحبت قريش بالدعوة إلى الإسلام يعني فرحه بالنبوه بدعوة الإسلام طبعا الإجابة خاطئة طيب اتناشر نزل جبريل عليه السلام على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم في غار الثور برافو الإجابة خاطئة وما كان في غار حراء هجرة الرسول المسلمين الأولى كانت إلى يثرب الهجرة الأولى برافو الإجابة خاطئة كانت إلى الحبشة عند الجهر بالدعوة قامت قريش بحصار ومقاطعة المسلمين أيوة الإجابة صحيحة استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من يثرب برافو الإجابة صحيحة سؤالي لبعد كده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة إيه يثرب الطائف مكة ثقيف برافو ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة مكة اتنين رحلة أهل مكة في فصل الشتاء كانت إلى اليمن الشام يثرب أم مصر برافو كانت إلى اليمن رحلة الشتاء كانت لليمن تلاتة من الصفات الحسنة عند العرب قبل الإسلام وقدوا البنات شربوا الخمر الوفاء بالعهد أم الأخذ بالثأر برافو الوفاء بالعهد أربعة إحدى الحرف التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام الزراعة السياحة الصناعة أم الراعي برافو الصناعة وبرضو يا ولاد الراعي كانت بعض الصناعات الخفيفة وإيه كمان والراعي خمسة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة إيه عندما كان في بيت عمي أبي طالب الراعي التجارة الزراعة أم الصناعة برافو الراعي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة في الثانية عشر من شه ربيع الأول ربيع الآخر رمضان شوال برافو ربيع الأول سبعة إحدى مراحل الدعوة واستمرت ثلاث سنوات هي الدعوة السرية الجهرية البناء أم الفتح برافو الدعوة السرية هي اللي استمرت ثلاث سنوات بعد كده نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي شه رجب شعبان رمضان شوال ممتزين رمضان كانت هجرة المسلمين الثانية إلى مدينة إيه الحبشة يثرب الطائف أم حنين ممتزين يثرب سؤالي بعد كده يا أولاد بيقول لي صوب ما تحته خط واحد كان نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية النظام الملكي طبعا ده خطأ أمالي صح إيه برافو يا أولاد النظام القبلي طيب اتنين كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام طبعا خطأ أمال كانت إلى إيه برافو إلى اليمن ثلاثة الأخذ بالثائر من العادات الحسنة عند العرب قبل الإسلام برافو من العادات السيئة أربعة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب برافو ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة خمسة نزلت رسالة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور برافو في غار حراء ستة أمال رسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد كانت يثرب ولا برافو الحبشة ستة استمرت الدعوة الجهرية إلى الإسلام ثلاث سنوات برافو استمرت الدعوة السرية إلى الإسلام ثلاث سنوات تمانية استجاب إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من ثقيف طبعا الصحيح وفود من يثرب تسعة كانت أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام في يثرب أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام يا أولاد كانت في يثرب برافو أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام كانت في مكة السؤال اللي بعد كده بيقول لي أكتب ما تشير إليه العبارات التالية واحد تولى رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطالب مين ده برافو عمه أبو طالب اثنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بداية نزول الوحي كانت مين برافو السيدة خديجة من تخويلد ثلاثة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام طبعا يا أولاد سيدنا جبريل عليه السلام أربعة ملك الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون في بداية الدعوة كان مين برافو عليكم النجاشي سؤالي بعد كده بما تفسر واحد شهرة مكة تجاريا طبعا يا أولاد كانت مكة تقوم برحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام طيب بما تفسر بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام سرا ايه تفسير ده برافو تجنبا لإيذاء قريش ثلاثة رفض قريش بما تفسر رفض قريش لدعوة الإسلام رفضوها يا أولاد طبعا يا أولاد زي ما قلنا خوفا على مكانتها بين القبائل أربعة هجرة المسلمين إلى الحبشة المسلمين هجروا للحبشة لي يا أولاد برافو عليكم بسبب إيذاء قريش للمسلمين سؤالي بعد كده يا أولاد بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات واحد قام أهل مكة برحلة الشتاء التجارية إلى برافو إلى اليمن اتنين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفتين إيه وإيه برافو رعي الأغنام والتجارة تلاتة من الصفات الحسنة عند العرب قبل الإسلام برافو الكرم الشجاعة الوفاء بالعهد أربعة نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام برافو هو النظام القبلي طيب نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار برافو في غار حراء سؤالي لبعد كده أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد أشهر القبائل العربية قبل الإسلام قبيلة قريش برافو الإجابة صحيحة صواب اتنين استمرت المرحلة الأولى من الدعوة السرية خمس سنوات برافو الإجابة خاطئة الدعوة السرية استمرت أدئي ثلاث سنوات تلاتة رفضت قريش الدعوة إلى الإسلام أيوة الإجابة إيه؟ صحيحة أربعة كانت هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة برافو الإجابة صحيحة خمسة استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من يثرب برافو الإجابة صحيحة آخر سؤال لنا في درس النهاردة ياولاد بيقول لي صوب ما تحتهو خط واحد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب طبعا خطأ أم الولد في برافو ولد صلى الله عليه وسلم في مكة اتنين كانت المرحلتان الثالثة والرابعة للدعوة إلى الإسلام في مكة برافو كانت في يثرب تلاتة استجاب إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من طبعا مش ثقيف برافو وفود من يثرب وبكده ياولاد أنهاينا درس اليوم وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم